رعي الكنيسة وخادم الرعية هن الإيد الرحومة والمعطاعة بتمثل إيد الرب يسوع الممدودة للصلاة والدعاء والبركة لكل أهل الرعية من هالمنطلع الأب سرافيم مخول بن زحلة أشرف على تأسيس مشغل القديس جاورجيوس للأعمال الكنسية وبيت المونة ونشاطات أخرى ليكونوا مصدر رزق الأكتار إلى جانب النشاطات الكنسية بيسعدني بها الزمن المبارك نحكي عن البركة مع الأب سرافيم مخول وجاكلين شامعون ستيلاتي مسؤولة الخياطة بالمشغل أهلا وسهلا فيكم أهلا فيكم يعني بالبداية هيك بدي أعرف منكم كيف طلعت هالفكرة لمشغل قديس جاورجيوس للأعمال الكنسية شو بتشتغلوا فيه مين المنفذين شو الهدف منه مين بيستفيد حتى منه نحن أول شي مركز للنشاطات كلها عم يسير برعية قديس جاورجيوس حوش الأمرة هذه النشاطات اللي حكيت عنها إن كان المشغل وإن كان بيت المونة وإن كان كل النشاطات اللي هلا هيك بنضطرق عليها سريعا مركزها رعية مارجيوس حوش الأمرة اللي فيها عم نحلم كتير وعم نصلي كتير وعم نصلي كتير وعم نطلم من ربنا هيك ينورنا لحتى نقدر ننفذ هالأحلام كلها ونحولها لحقيقة خصوصي بهالظروف الصعبة والأحوال المرة اللي عم نقطع فيها فما أشغل قديس جاورجيوس كان حلم من إحنا وصغر من أنا وصغير وقت كنت وقف على الجوء وكنت أخدم بالهيكل وكل هيك أقول أنا ياريت هيك بصير عنا بالكنيسة شي نقدر نحن نخيط هالتواب اللي بدنا إياها هالأعمال الكنسية هالبرادة هالقصص وشوي شوي بلشنا وبلشت لما استلمت الرعية من ست سنين بلشنا نفكر كيف ننفذ هالحلم كانت أول مبادرة أنه عملنا مثل تدريب للسيدات بالمنطقة بالتعاون مع الواي ام سي اي هني اللي موالونا هالفترات التدريبية اللي متدد على أكتر من شهر لحتى علموهم قصص الخياطة والتطريز والحبكي وكل هالقصص اللي أكيد مدام جاكنين تعرفيهم أكتر مني هي عندها خبرة كتير كبيرة بالمجال بس من بعدها قدرنا هيك نشتري ويقدمونا كم مكانة خياطة منزلية وليست صناعية إذا بدنا نحكي ولكن الحلم ما وقف هون رغم الأزمة رجعنا إلنا بدنا نخلق فرص عمل بدنا نرجع نكمل بالحلم ونكمل رغم أنه كل الجمعيات اللي قبل زرناها وطلبنا مساعدتها قالت لنا ما آمنت بالحلم وما آمنت بهالمشروع وقالت لنا ما رح تقدروا تنجحوا ولكن اللي بيتكل على ربنا وبيحط إيده على المحرات لا ينظر إلى الوراء مليون بالمية فتكلنا على حالنا وتكلنا على ربنا وقلنا ما بدنا ننطر وبالفعل بواحد شرين الأول 2021 كان اللقاء الأول مع هالستات اللي قعدنا نحن وياهون وفهمناهون وكنا كتير صريحين أنه هالمشروع كتير صغير الحلم كتير كبير ولكن بين إيدينا في شي كتير صغير بيناتنا بدنا بلش نشتغل عليه بدنا بلش نتطور بدنا بلش نشتغل وعطينا حالنا تلات شهور يا من كفي يا من سكر ولكن الحمد للنا صرنا سنتين وهلأ طلبياتنا توسعين من الأراضي الزحلوية للأراضي اللبنانية لهلأ بالعالم كله عنا طلبيات عم نحضرها كان بهالعيد ولكن كمان على مدار السنة الستات اللي أخي عملوا التدريب معنا أول فترة ما بلشنا قبل الكورونا وقبل الأزمة قدرنا نوظف منهم شخصين ومن بعدها كمانا استعنا بأصحاب الاختصاص اللي عندهم خبرة كتير كبيرة واللي من بيناتهم مدام جاكنين اللي بالفعل نقلت المشغل من مستوى لمستوى تاني بخبرتها وبخبرة السيدات اللي معها اللي هلأ هنه ست سيدات بعمل سابت بيشتغلوا بدوام يومي وبيعطوا من كل قلبهم أنا ما بحياتي نظرت لهم كموظفات أو كعاملات هنه أكتر من أمهات لألنا هنه عم يعطونا من خبرتهم وأنا برأيي وبيشهدتهم أنه شايفين هالمشغل كطفلهم كابنهم عم بيكبروا وعم بينموه وكيف الأهل بيحطوا من دمهم ومن قلبهم ومن مالهم هنه أوقات نحن هيك قطعنا بالأول والحمد لله مكافيينه هالولد عم يكبر وعم يكبر وعم ينموه شكرا الله يعني بيصبروا بالأول بس بعدين بيلاقوا الثمار والنتيجة حمد لله مدام جاكنين يعني سؤالي لإلك هو أصلا كنت خياتي تتيب عادية يعني يفسطين تيورات أو كان عنديك خبرة بمجال التطريز والخياطة للأتواب الكهنة والمطارنة والبرادة وكل الأواني الخبرة بأتواب الكهنية مع أبونا سيرافين بلشت هوني بس أنا أساسا بشتغل 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 أرتزانة خبرة طويلة يعني ممكن طفلي أنا بلشت خياطة يعني عندك في نساج غير شكل الحمد للأتواب هيدا بساعدك بهود الأتواب لأنه فيون كتير يعني ربنا بيدخل وبيحط شي مع شي أبونا عنده هالطموح وعنده المزال وأنا يعني هيدا الشي بشكر الله علي نعمي عطاني مطرح لحتى أبين أنا شو قدراتي وشو حبي لها المهني اللي بتفينها لتكون حمد لله وأبونا متل ما طلب منا بالأول التفاني بالعمل النظيف الشغل ما بيقبل أبدا إلا كل شي متل ماليزين هيدا الشي وصل فينا متل ما بيقول أبونا لهون بنتيجة الحمد لله يعني بزحلي بلبنان عامة النبي إلمانيا شغلنا وصل على أستراليا على أميركا على أبروس حمد الله يعني بكل الهيلة كل حدا بيخدم بالتأسل بيزنطي أرتودوكس كاتوليك بيعوزوا شغلكنا أكيد أكيد مين ما طلب مع ناشة الفريق هيدا المشغل هيدا المشغل طبعا هو ببركة صاحب السيادة المتروبوليت أنطونيوس السوري اللي نحنا نطلب ببركته الجهل وتحيل أنه نبيل طبعا ولكن هو كمان ببركة أصحاب السيادة أصحاب فيتزحلي كلهم اللي هن سيدنا إبراهيم وسيدنا جوزاك وسيدنا بولو السفر اللي بالفعل أعطوا أعطوا شهادة كتير حلوة بعمل السيدات وطلبوا من كل الكهنة الموارنة والكاتوليك والسريين اللي موجودين بزحلي إضافة للكهنة الأرتودوكس إنه نكونوا عم يشجعوا لأنه هيدا مشروعنا كلنا وآخر إضافة للمشغل اللي كانت مكنة التطريز الصيناعية كانت بهبة من مؤسسة موسى وأمل فريجي اللي هي بمجلس الإدارة طبعا طبعا رئيسة الفخري هو سيدنا أنتونيوس ولكن مجلس الإدارة كلهم مؤلفين من أصاقفة زحلي أصاقفة المدينة مجتمعين المجمع المقدس طبعا ببركة وتوجيهات صاحب الغبطة اللي بالفعل كمان أفنع على عملنا وهلأ أصحاب السيادة إمكان بجبل لبنان ولأ بكثير الأبرشيات هلأ بأبرشيات أوروبا كمانا وبأميركا سيدنا سيبة وسيدنا أصحاء كلهم عم يدعمونا وعم يوقفوا حدنا وعم يشجعونا الحمد لله أصلا هيدا حاجة كمان كل الكنيس عايزة هيدا المنتوج خلين نحكي عنه بركة مع مادام جاكلين رح نشوف صور وبتفسري لنا شو هنه هل أغطية الأواني أو الملابس الليتورجية فيما نبلش تفضلي هيدا هون بدلي عملنيها لسيدنا أنتونيوس هيدا الحجر نعم الحجر شي قطعة أساسية بالتياب الكيهن والأسكوف الحمد لله متماع بيقول أبونا أنه هاي المكنة اللي قدموا لنا هي ميسي فريجي ساعدتنا أنه نبين يعني بيبقى فيه الهدف والأمل والقدرة بس إذا ما فيت أي شيء كفي ساعدنا لنبين كملت الموهب اللي كانت عندنا مدام سهام مدام أعلان اللي معنا موجودين على التطريز مباشرة مع مدام أنتونات ومدام بيرت وروزالين نحن ست خيات من أتبر الحمد لله اللي هني عم بينفزوا هالأعمال يعني عن جد هيك أنا بيجي يمكن ما عندي هالخبرة بالتنفيذ ولكن بيطرح الحلم بيطرح الرؤية بيطرح الفكرة وما بلاقي غير غير ستات عملوا المبادرة بأنه يترجموها إن كان بالخياطة وإن كان بالتطريز وإن كان بالفينيسات بتعملوا بالزبط يعني شو القطع اللي بتخيطوها بالزبط من تخيط تياب الكاهن الغنباز اللي هو بيلبسه كل يوم والجب اللي بيلبسه بالمناسبات الرسمية البدلة القديس نعم ما بعرف بدك عدرلك كل القطع بدلة القديس فيا استخارة فيا بطرشير فيا أفلوني فيا الحجر فيا الكمام والزنار كل تياب الكاهن وبدلت العسكف مش بس الكاهن نعم وبدلت العسكف كمان بدلت سيدنا أنتونيوس كانت تحدي لألنا صراحة تعرف نحنا مبلشين الجيد وهي ولكن أكيد أباء الأبراشية كلهم أباء الأبراشية أصروا أنه يكون هكي الهدية لأله بمناسبة رسامته من عنا الزكرة التامنة لرسامة سيدنا هالاحتفال الكبير لنعمل بزحلة ما قبله غير ما تكون الهدية من مشغلنا مشكورين تحدي لألنا كالستات كلنا كنا عم نركض إنه بدنا نوصل نسبت ونفرجي لسيدنا محبتنا لألو إنه ننفذ هالعمال الحمد لله شكرا الله عليكم حتى لوازم الكنيسة الهيكل يعني من براضي طبعا كل شي براضي أغطية غطل الهيكل كله كله نحنا بنعمله واللي عم نشتغل عليه هلأ هو مش بس إنه تنفيذ القطع نحنا عم نشتغل كم نعمل تصميم يعني بدنا كان الرسمية التطريز نحنا عم نجارب نطورها أكيد في عمنا داتابيس كتير كبيرة ولكن كل شخص عم يجي عم يحب إنه يكون هاكي كاستمايز يعني شي لأله خاص لكنيسته خاصة لا ديله فكمان عم نشتغل على التصميم بس الألوان حسب المناسبات طبعا هاي الألوان اللي ترجيه ما بتعملنا إنما التصميم الأيكونات اللي عم نزيدها كاتطريز يعني الأبليكيات اللي عم نزيده نصلبين وين ما منشوف هايك صليب حلو نحنا نرسمه عم نجاربه نحنا نكون عم ننفذه لحتى نقدم شي جديد شي حلو يليق زودتنا عكل حال بفيديوين هيك بركي هلا خير الحديث ما نبلش نشوفه نسوا ونبلش نحكي كمان عن مشغل الشمع وبخور وآيكونات نعم هاو دي المشاريع طبعا نحنا أبرشيد زحلي وبعلبك وتوابعيهما للروم الأرثوذوكس خلية نحل من وقت ما أجا سيدنا أنتونيوس وهيكي كل الكاهن عم ينصب لأنه يعبر عن 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 طموحه ويحقق أحلام رعيته وخصوصي بهالزروف الصعبة نعم بمطرانيتنا في عمنا صار مشغل البخور إضافة لمشروع كتير حلو اللي هو ريستوسا نيكولا اللي هو شعارهم كل لقمة بلقمة كل ما حدا بيروح بياكل هني بيكونوا بالمقابل عم يقدموا جزء من الفاتورة لمساعدة المحتاجين هيكي بيكونوا عم يغزوا هالعمل الاجتماعي الحلو يعني اللي بيفوت على هيدا المطعم بيأكل أكيد أكيد دغري 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 فاتورته فاتورته كلها بيكون جزء مننا جزء كبير مننا رايح للمساعدة الاجتماعية واللي صار عندهم هالأبلاد يجور كل نهار أربعة عم بيوضعوا لأكتر من ألف عائلة بزحلة طبق يومي زدنا على ريستوسا نيكولا في مشغل البخور نعم اللي هني عم يعملوا فيه بخور وفي عنا كمان برعية أبونا أفرام عم يعملوا مشغل الشمع طبعا مع كتابة الأيكونات اللي هو صار معهد للإديس أندري روبلاف لكتابة الأيكونات وعندهم قصص كتير حلوة عم يعملوها ومشروعنا الكبير بالأبرشية اللي هو كمدرسة سيدة الزلزلي اللي هي الاي او سي اللي إن شاء الله بتبصر النور بأسرع وقت هي موجودة بكنيسة سيدة الزلزلي بمقر القديم مدرسة تعليم شو؟ هي مدرسة مفتوحة للكل تعليم تعليم عالية مدرسة أكاديمية أكاديمية وهلأ رح تنتنقل على المقر الجديد اللي هي بظهور زحلة بمبنى رائع جدا وحسب المواصفات العالمية مع البرامج التربوية اللي رح تكون موجودة فيها بطبعا رشاد صاحب السيادي بمتابعة أبونا جورج معلوف اللي هو برعية سيدة الزلزلي ومدير المدرسة والكادر التعليمي اللي موجود كمان عم يساعدهم مشكورين فهودي المشاريع كلهم بالأبرشية إضافة لقلهم في بيت الموني اللي نحن كمان أنشأناه بالرعية قبل ثلاثة شهور من المشغل كمان قلنا في وقتها قديش كان في حاجة للستات المنطقة اللي بيعرفوا بالموني كتير وعندهم هالخبرة الواسعة هالزحل مشهوري طبعا ولكن وصلنا لأزمة كل الستات اللي حضروا ما قدروا يبيعوه فكانت مبادرة الكنيسة إنه نشتريت كل المنتجات اللي هني عملوها بوقتها أشتريتون سلح قبل ما يمبيعوه وبعدنا لهلا هايدي سياستنا إنه نحنا كل حدا بيعمل شي طيب منفحصه منتأكد منه ننضيفه طيب وسعره منيح نحنا مناخده ضغري ومنشتريه بأرضه ومنرجى نحنا منبيعه بأسعار كتير منيحة وكتير مقبوله يعني ما في مصنع أو مشغل مصنع للموني بال لأ هنلي بيتبخوا ببيوتهم بأدمو خالص بس ووضب خالص صح بس أوقات حتى منجولوا أنيند الغاز ما عنا مشكلة المهم أنه تكون الست هيدا هلأ آخر آخر مشروع منا وأطلقنا نعم تكون الست عم تشتغل ببيتها شي نظيف وشي طيب مثل ما هي تعود التعامل لأولادها نعم فهيدا اللي عم بيحبوه وكان إلنا حضور كتير حلو بآخر معرض للصناعات الغذائية اللي نعمل بمطرانية الكاتوليك بسيدة النجا اللي سيدنا إبراهيم وكل أصحاب السيادة أثنوا بالفعل على منتجاتنا وعلى الحرفية اللي عم نقدمها فيها وأسعارنا اللي كتير مقبولة اللي ربحها كمان القليل كمان بيغزي صندوق المساعدة الاجتماعية فهيدا كله لحتى تصير الرعية هيكة مكتفية ذاتيا أزابتكن بظل هالأزمة الصعبة اللي عم نتع فيها الخدمات الاجتماعية محصورة برعيتكن يعني بالكميسة مارجوريوس أو بالمطرانية لا لا كل الخدمات هي لأهل المنطقة كلها نحن محياتنا ميزنا بديضيف كمان المعمل الانبيد الخمارة اللي صارت موجودة كمان برعية أبلح عند أبونا دانيال كمان اللي هو عم يشتغل على هذا الموضوع عندنا بيطل عم يشتغله على الحبوب وعلى المنتجات الزراعية وعلى الصبون يعني كل اللي معقول كل شي معقول يعني مبيع هيك أمور بتخص بيت الموني مش محصور بزحلة نحنا كنا من بيروت نطلع ناخد الحبوب من زحلة ومنطلية مثل مع هدرك عم تحكي ومن قبلها يعني هلأ صاروا محصورين سهلنا هيدا الشيء بأنه صاروا عنا لينك صار في لينك اي ومنذون ما يكونوا عم يتويتلوا على زحلة في لينك بيقدروا يفوتوا على صفحة الفيسبوك موجود اللينك شو اسم صفحة الفيسبوك بيت الموني زحلة بيت الموني زحلة نعم محطوط هونيك لك بتفتحه بتشوف كل الاتم اللي موجودين وبيوصي علي ونحن توصي عليهم وكلو بيوصل لعندك أو انت حددك تطلع بتشوف وبتدوق وبتشرط شو حلو متشرف أكيد هيدا باعة زحلة أصلا أنا من فوق نشاط الروحي خيانا حكي عنه إذا كنا خلصنا كل شي بنشاطات الباقية طبعا هو أساس دعم لكل مؤمن بحاجة لهالنشاط الروح اللي بيصير بالكنيس شو نوعه عندكم طبعا كل رعية عم تشتغل على برامجها الروحية طبعا كل رعية عم تجرب قدمة فيها تكون عم تعمل الصلوات والخدم كاملة ومن صهرانيات من صلاة غروب من صلاة صحر من داديس احتفالية يعني هلأ خصوصا هيدا الشهر نحن أدنين على كم هائل ننترم ناطر نشوف شهر الجهرانيات بلشنا فيه من أول الشهر مع عيد الديس بورفيريوس مع عيد الديس نيكولاوس هلأ الديس بربارا في جاي علينا كمان عيد الديس بيريدون ومن بعدها مندخل بزمن يعني الميلاد تحضير الصلوات للميلاد طبعا كل رعية عم يصير هيك عشيات الميلاد صلاة عشيات الميلاد طبعا أكيد وخصوصا بهالفترة الصعبة قبل ما بلشنا نبلش بزمن الميلاد سيدنا أنتونيوز دعا كل الرعاية بأنه يعملوا صلوات يومية كرمال السلام بالعالم وخاصة بمنطقتنا وكرمال المصابين والجرحة والضحايا اللي عم يسقطوا بي يا رب يستجيب فمن وقتا نحن بلشنا من أول تشرين لأول ونحن بصلوات يومية وهلأ كمان بأول السنة رح نستقبل السنة بسهرانية لدي السرافيم برعيتنا بمرجيريس حوش الأمرة وببركة سيدنا وحضور وبركة فيه مفاجآت كتير حلوة بحضور الأباء كان بنزحلي ولا برات زحلي هيك متركة لوقت رح نعلن عنها يعني شفنا أغلبية النشاطات اللي بتخص النساء ست جاكلين وهلأ بدي منك هيك تواجهي نصيحة لستات البيوت كيف يقدروا يقفوا على إجريهم من وراء هالأعمال وإذا طبعا خضعوا لدورات تدريبية مثل ما صار فيه مع الستات اللي اشتغلوا بالمشغل بس الشبيبة شو قد نحصة معك أبونا سرافيم الشبيبة هن 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 نحصة كتير كبيرة لأننا نحن أنا ما بلهم ما بشتغل شيء بلا الشباب والصبايا يعني ما بنقدر نعمل أي شيء بالكنيسة منذهم ما يكونوا موجودين وبالفعل لو بتشوفهم كان بجوئة الأبرشية ولا بجوئة الرعية ولا ولا بالنشطات يعني اللي بيعرف المركز الرعاية الأرثوذكسي بزحلة بيعرف قديش صاروا ناشطين بكل الرعاية يعني احنا برعيتنا نشكر الله شو بتعملوا لتجذبون للك نيسة نشكر الله يعني عملنا احنا صارعنا فوق المية وعشرين ولد بيجتمعوا أسبوعيا يعني لدرجة انه إذا مزعلين أهلهم وأهلهم قالوا انهم مفي تروحوا على على الاجتماعات بيزعلوا بيحسوا انه هنه نحرموا من شي يعني بيقوا ريكدين لحتى بيصير في مظاهر نهار السابت بالكنيسة لحتى يكونوا عم يشاركوا تاني نهار يشاركوا بالإداس بتقيهم ريكدين يعني في آخر مرة هيك عم نحكي جلسة نحنا هيك من بعدنا عم نحكي انه في أحد الزوار اجا قال لي أنا أول مرة بيجي على كنيستك وفجأة شفت وولاة فيتين على هيكل وكذا التهوضي بدون يعملوا لنا تشويش هلأ بعدنا شفتهم كيف كل واحد عارف دونه نظامين بيفوت بياخد البدو يحمل وبدو كذا بكل رواء ما حدا بيدج ما حدا بيصرغ ما حدا لأنه كله عارف شو جاي يعمل وكله هيكي مقدر لكنيسة وحببة وآخر نشاط عمناه هلأ بمركز الرعائي بحوش الأمرة كان حفلة البربارة اللي فيها إلنا إنه بدنا نتمثل بالإديسين واللي شايفونا على صفحات التواصل الاجتماعي كنا عم نوزع آيكونات الإديسين مع سير حياتهم حلو وقمضوا الولاد مع أهلهم أسبوع كامل عم يقروا عن سير الإديسين عم يعرفوا عن عجيبهم عم يعرفوا عن حياتهم عم يعرفوا ليش أن إديسين وإيدي رحانية العيد العصيلي وإخر شي إجوا على الحفلة لبسين تياب بيشبهوا الأيكوني وهيدا اللي صاروا أين يعني كان لبسوا تياب إديسين أنا شفتهم على صفحتكم الإديسي ماترونة الإديسي مارينا الإديسي بربارا الإديسي هيلاني الإديسي سرافيم وباييسيوس كلهم هيك والحلو إنه ما بس يبسين شكلهم هني هني علوهم بالبيت من أميس ومن هيك بس هيدا كان الهم إنه ما نروح نشتري غراض وما نروح ندفع على قصص بتخوف وقصص بلطامي نكون نحن عم نجرب نجسد هالحياة الأداسي اللي موجودة ليه لي بيشكلها من نلبسها ولكن أهم شي إنه بحياتنا نكون عم نعكسها والأجمل من هيك لما أجو هالولاد وكانت الخرية هي اللي عم تدير مع الشبيبة كلهم من الصبايا والشباب اللي كانوا موجودين اللي كانوا ليها ولا بسام ولا يعني بوجهلهم تحيي كتير كبيري والصبايا اللي عم يساعدون أمه وشاذا ومريم وكلهم يعني عم جارب مريم عم جارب أني ما أنسى ما أنسى حدا وإلي وجوزي وماكاريوس وليلة وكلهم كانوا كانوا معهم بالفعل بتوجيهات مجلس الرعية معهم ومعهم معهم والكل يعني هالجو الحلو اللي مخلوق بيقفوا الولاد حتى يعرضوا الأزياء اللي هني لابسينا هون بتسألهم الخورية بتعرفوا عن هيدا القديس وكانت المفاجأة أنه كل ولد حافز سيري تال القديس من أولا لإخيرا مع تاريخ أي متى ولد وإي متى رقد بالرب هيده هيده شي بيكبر القلب صحيح ولدرجة أنا كتابت على فيسبوك قلت لهم لما ولد بيقلهم لأهلهم ما بدي ألبس الإصاصر بتفزل أنتوا جايبين لي أنا بدي ألبس هايك هايك بالفعل بيكونوا عيشوا روحانية العيد وعن جد أعطوا أعطوا هايك بيكونوا علموا أهلهم كمان يرجعوا لروحانية العيد صح صح مدام جاكلين هايك بنهاية حديثنا شو أضفلك هالشغل بالأشغال الليتورجية الحمد لله أنا بشكر الله بشكر رعاية سيدنا وبشكر أبونا سيرافي مع هالمبادرة اللي قام فيها لأني أنا بعتبر مثل عم بيخد كدو كدوني هايك الخدمة أنا معتبرتها بعدها بداية مع أبونا بس حمد لله أنه عم توج جد النشاطي ومسيرتي الطويلة ما وقفت وبقلهم ما بحس حالي أنا إلا وإنا عم أكنتي وعم ببدي وعم بشتغل الحمد لله شو بدي أجمل من هيك أنه أكون عم كفة بهيدا المطرح لمقدس بإشياء مقدسة عم نعيش الروحانية المزبوطة الإيمان والتعاون بين بعضنا نحنا الستات ست ستات خيات ومنكمل بعضنا كل وحدة يعني سلمتها في وحدة كسرت إيدا كلنا من أسر كل حدا بيمطرح وفعال ومنكمل بعضنا نشكر الله أنا بشكر الله وبشجع كل الستات اللي عندهم مواهب اللي عندهم إشياء أنه يساعدوا يلون ويتوروا وبشجع كهني أو رجال أعمال أو أنه يعملوا مبادارات هذا سؤالي للأبونا للخيتين يعملوا مبادارات لأنه الحمد لله اللي قوي أبونا بمطرحة يعني هلأ نحنا الست ستات عم نشتغل الحمد لله كنا قاعدين يعني أنا عندي خبرة خمسين سنة بها المصلحة بس أنه هلأ الخياطة وين الحمد لله عطانا مجال أنه نكمل نكمل بشي مفيد ونحنا عايشين بكرامتنا نشكر الله عليك وعلى كل الستات اللي معك بنواجهنا على تحية تحية كمان للستات اللي كانوا معنا ومعش قدروا كف بسبب الظروف إن كان المشغل ولا بحياتهم الشخصية كان مادلان ولا تيراز اللي قبل كان عندها دور كتير كبير بإسم الخياطة البرادة وساعدتنا بالتدريب يعني والأكيب بالعمل اللي هو موراء الكواليس واللي عم ينقلنا هالصورة الحلوة إن كان فريق الإعلامي يعني مع لي أبو نعوم وخية أنتوني اللي عن جد مشكورين مع الشبيبة مع المجلس الرعي مع سيدنا أنتونيوس مع الأبرشية كلها مع منطقة زحلة كلها اللي عن جد بالفعل هيك مشكورين بمحبتهم شكرا لك وعلى رعايتك وعلى خدمتك حقيقة يعني شاب وبا بدنا هيك نطلب من كل الأباء ما يكتفوا بس بحركة الشبيبة الأرثودوكسية بكنيسهم بس كمان يلتفتوا إذا عندهم قاعات أو مطرح لمشغل يقدروا يكونوا عم بيدربوا ستات ويشغلوهم بهالظروف الصعبة الحمد لله ويبلشنا بلشنا من كم مكنة خياطة بيتية هلأ سرعنا معمل صناعي كامل كامل أبونا سيرافيم على حضورك من زحلة أنت ومدام جاكلي مرسي لمتابعتكم عطول لنشاطاتنا وعطول منضلع التواصل معكم وانتوا عطول فتحينا المنبر مريم تيفي شكرا كتير لكم يعوزنا صلواتك وبرائتك بريك ونرجع من واصل الحلقة شكرا